شاهدوني على هذه القادة والتربيعة والريحة الفضيعة وأحلى صحن عربي مع زينة ومخلال كول والدلو ولا تنسى تحميرة السعادة لأنه هيك جريت العادة مرحبا كيف تكون؟ إن شاء الله تكونوا بخير اليوم جايب لكم الوصفة بتشهبي القلب على كيف كيف تكون وغير شكل الشاورمة وبالبيت وبطريقة كثير سهلة وكثير بسيطة كل مرة من نروح لعن بياع الشاورمة نقول له دعمني ودللني وضبطني لا اليوم لح تساوي سيخ الشاورمة انت وتدعم حالك لحالك هلا أول شي بتنكيله صدر جاج يكون تازة وظريف ضروري تنقعوا بمي وخلوا ملع تمام الصدر بيجي هيك تمام أنا لح اشرحه بالنص هي أول شي بعد ما نشرحه بالنص هيك لح ناخده ونقسمه يعني بس منهجيها شايفين شلون بس قطاطين لحن نقسمه ما لحن نقسمه أكتر ولا لحن نشرحه شايفين شلون تصينا هيك شقفتين بالشكل هان ونحن نشرحه التتبير معلقة صغيرة فليفلة بودرة الماجي بابريكا ملح هي كمو نص معلقة فلفل أسوأ نص معلقة قرفة ربع معلقة جوز فطي ربع معلقة قرنفو نص معلقة زنجبي نص معلقة فورق غار مطحوم معلقة ونسكز برا يا عبسين معلقة صغيرة دبس فليفلة خمس حبات توم بدي نصبر دقاني ونص ليمونة بيقشر كاسة شاي زيت نباتي ولبا كاسة شرب ماء نخلطه اللي يصيره روحه واحده كله كتة التبليه فوق منه هيك اللي حضرناها واللي بتشهي القلب ومنبلش نخلطها هيك خليها تتغرغر ونضعك فيها هلا البهارات أنا عندي تازفة لذلك أعطي نكه وريحه ولا أروع من هيك أنا غطيتها وحطيتها بالبراد من مبارح لليوم لحتى اللحم يتشرب التبليه طبعا من أربع ساعات وما فوق اللحم بيتشرب وبيعطيكم نكهة مميزة إذا يوم كامل بيكون أفضل أنا عندي هاي الشبكة موجودة بكل بيتها اللايت البطاطر كلكم بتعرفوها أو مثلا شبكة بديلة إذا موجود مصفاية أو أي شيء منحط الشبكة لنشوي عليها اللحم هلا لحاخدوا صدور تجاج وحطها هاي شوفوا لي على هالقادة والتربيعة والريحة الفضيعة لبين ما يستو لحنا نعمل كريم التوم بنكهة كتير طيبية بدنا بيضتين لحنا أخد البياض بس من النون من قلبهم بس البياضة الحلية يعني ما لحنا أخد الصفار لحنحط نص معلقة ملح حسب الطلب وحسب الرغبة ثلاثة سنان توم كمان حسب الطلب وحسب الرغبة اللي بيحب من الحزايد شوي هاي حسب الرغبة ولحنا نصر نص ليمونة ولحاط شقفات اشرت ليمونة هلا انا حابة تكملهم بالإيد ارجيكم انه ممكن يصيروا بالإيد بس منخفق بياض البيض منيح لحتي يعطينا الرغبة بس عفان الرغبة بقال منضيف عليها التوم والليمون متل ما قلت لكم انا اضفت زيت نص لتر طلوع عندي ثلاث كاسات مي شرب تمام اضيفهم هيك خيط شايفين اشلون خيط وبحرك فيهم لحتي تخلص الكمية عندي بطلعوا توم شي بيجنل ولا أرواع من هيك سواء بالتابلس سواء بالتومية سواء بكل المراحل اللي هنشتغلها فيكن تشتغلوها بدون خلق ولح تعطيكم النكهة ولا أرواع بس التوم بدي يكون مدقوق وشرت الليمونة برش برشوة بدنا نشر الزيت هيك شرة خفيفة كل ما شفتنا الزيت جمع بدنا نهدي شوي لحتى البيض يغبه المنيح بنرجع من شرق مرة جديدة لحتى تخرص الكمية كلها هلأ اللي ما عنده النينة مثل هاي بإمكانه يجيب النينة تمييز قبل غطة باها ويشر ذيك الزيت شايفين على هالقوام الكريمي اللي عطاني ياما أحلى بشهي القلب شايفين شنو كريمة يعني هلأ فيكن توم بالخلاط وفيكن توم بالخفاءة بس أنا حبيت أرجيكم هالطريقة وهي سهلة كتير شاورمة يا بي واجه السيخ لعنور تلاقي واقف على هالسيخ الشاورمة وكان ليس لك هلكب جاي وعلى اللطوش واحدة سمنة من هون على هالسيخ واحدة سوس السق من هون والسقسقة شغالة على سيرة سوس السق دعنا نساويكم سوس السق اللي ستتسقسقة وتتنهنه هنا فيها إذا لقيتوه النشفت شوية زيت ويكون عشاء الشاورمة شرشر سيخ الشاورمة اللي عنا يا غالي هذا الكلام اللي يأتي منه بالفحص هلا أنا هادا ستوا عندي لحقيمة وحط اللي بعده لبينما ساوي سوس السق يا غوالي شوفوا شلول أنا بكمشوا بالشبكة هلا أنا هادا اللي حابة بوصل للكون يا انه الغاز لازم يكون كتير نايس بحيث بس يعني ياخد الحماوي تبع الغاز النار ما لازم تدق صدر الجاج بس الوهج والحماوي بشان يعطينا هالشكل هادا الحلو هاي الشاورمة مشوية شوي مثل السيخ بالضبط كنكهة وطأمة يعني بتجنيد وهي نفسها في كل تقطعوها ترنشاطة تحطوها بالفرد أو تقلوها بالمقلاية بصير نفس المقادير ونفس الوصفة وكتير طيبة بتطلع بس هيك مستحيل يعني هيك شوي شوي يعني عمتها كل قطيب من السيخ على بين ما يستوي الثاني تعالوا ساوس نصاوه على بين ما يستوي الثاني تعالوا ساوس الساق ونسأ ساها لحنحط معلقة صغيرة دبس بندورة لحنحط معلقة صغيرة دبس فلافلة لحنحط سنتوم واحد ولحنحط خرطة ليمون كمان هاي هي لحنحط شرحة بردقون بس هلا لحنقلبو اقل من ربع معلقة صغيرة بهارات الشاورمة نصف معلقة كذبرة يابسة ودرة ما جي بودرة ربع معلقة ملح كله معلقة صغيرة طبعا وكاسة مي شرب صخنة واخر شي معلقتين السمنة لح تعطيكم نكهة فضيعة يا اخي شو بنتك بالحكي شايفين شنوم هيك بدنا ياها شرحات رقيقة تكون يا عيني يا عيني مأمرة ومحمرة شي بشهي القلب يا عمي هلا الاكلت معي على الغاز 10 دقيق ما تفكروا اكلت وقت كتير يعني كتير رلوقت بسيط وكتير غريفة طلعتوا من قلبها بتشهي القلب شايفين شلوم اللحم مهري هري من احنا هومستوي رايح افرطته يعني حتى من جوا شايفين شلوم يعني كتير كتير بتشهي القلب بس تساووا خبروني شلون طلعت معكم وشلون الوصفة واكتبوني بالتعليقات هلا اول شي منحط شوية سوس السقه ومنحط الخبزة فوقها ومننغلي وهلا على العروسة هاي الصندويشة لحتلفها بايدك ما هدا حيلفلك ياها فدعام حالك ودلل حالك على الاخير قد ما بدك تحسين تدلل حالك وتضبط امورك لك قد ما دعمك بياع الشاورما مو متل وقت تدعم حالك ودلل حالك أريد كرم سيدراسين اذا خايف على كرشة نقرشها نقرشها ولا تنسى تحميرت السعادة لانه هيك جريت العادة يا غالي اصحاك تلفلي المشروح مع السياحي بزعل منك كل شي لحال كل شي الطعمة وكل واحدة بنكها اذا حبيت ما في مانع ولكن كل واحدة لحال أطياب سمع مني سمع من هالدقر ما بتندوم ودلل حالك قد ما فيك دلل حالك على طول بتوقف عن بياع الشاورما بتقول له كترلي شوية مايونيز بتلاقي ما بيصخالك بتقول له كترلي كذا هاي العربية غالية تلف مدعومة ومنبسطها بهالشكل هاد نقطعهم بهالشكل هاد هلا هاد صحن العربي انا زينته بهالشكل هاد وانتو بتزينوه على زوقون وبنقدخوا هيك تنتين توم كريمة توم يعني على كمان زوقون ورغبتكم ومنصفوه العربي ومنصفوهن هيك كل واحد بصفوهن على حسب ما بيحب واحلى صحن عربي مع زينة ومخلال كلوا تدلوا دللها يا غي دللني وانتو كمان تدللوا حالكم ان شاء الله تكون عجبتكم واذا عجبتكم خبروني وكتبوا لي بالتعليقات تحت ولا تنسوا كمان اذا ساويتوها تخبروني شلون طريق معكم الوصفة ان شاء الله وصفة كتير طيبة بتجند ان شاء الله بشوفكم بخير والسلام عليكم